فالله يستجيب الدعاء عند الأذان وعند الإقامة ويفتح السماء أبواب السماء لهذا وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة وقال ابن عمر رضي الله عنهما كنا نحدث أن أبواب السماء تفتح عند كل أذان وهناك صلاة خاصة فيها فتح أبواب السماء بين الأذان والإقامة وهي صلاة الظهر فقال عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح رواه الترمذي والنسائي فهذه أربع ركعات قبل فريضة الظهر تفتح لها أبواب السماء وقال في رواية أربع قبل الظهر تفتح لهن أبواب السماء رواه أبو داود وابن ماجوة وحديث حسن أيضا تفتح أبواب السماء بعد الأذان لمن ردد خلف المؤذن قال رجل يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا يعني هؤلاء المؤذنون أفضل منا كيف لا الحق بهم فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه تفتح أبواب السماء في ثلث الليل الآخر جاء في الحديث الصحيح إذا كان ثلث الليل الباقي يهبط الله عز وجل إلى السماء الدنيا ثم تفتح أبواب السماء ثم يبسط يده فيقول هل من سائل يعطى سؤله فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر حديث صحيح وفي الحديث المشهور ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألوني فأعطيه من يستغفروني فأغفر له رواه البخاري ومسلم وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف يعني معلوم لنا جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنحا خيرا ورزقا فيمنح روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا تفتح أبواب السماء يومين اثنين والخميس تعرض فيها الأعمال على الله كما قال عليه الصلاة والسلام تفتح أبواب السماء كل يوم اثنين وخميس فيغفر ذلك اليوم لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كان بينه وبين أخي شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا فالله يقول ملائكة أن تؤخر أصحاب الشحناء فذكر نفسك يا مسلم ويا مسلمة إذا جاء الاثنين وجاء الخميس بتصفية الشوائب في العلاقات مع المسلمين أما أصحاب المنكرات الذين يجب هجرهم وأما الكفار الذين يجب الابتعاد عنهم وأصحاب الشر الذين لو اقتربت منهم أحرقوك فهؤلاء شأنهم آخر لكن أهل الدين أهل الإسلام أهل الإيمان إخوانك لا تقاطعهم ولو صارت خلافات شخصية لا تطول القطيعة صلح قبل الاثنين والخميس صلح قبل الاثنين والخميس والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذانك يومان تعرض فيهم الأعمال على رب العالمين فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم كما جاء عند أبي داود وينبغي تفقد الأعمال في هذين اليومين كان بعض التابعين يبكي إلى امرأته يوم الخميس وتبكي إليه يقول اليوم تعرض أعمالنا على الله ترجمة نانسي قنقر